أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي تصالا هاتفيا مع رئيسة البرلمان الأوروبية روبرتا ميسولة تناول أوجه التعاون بين الجانبين وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لاستمرار رئيسة البرلمان الأوروبي في القيام بدورها القيدي والرائد في دعم الشراكة المصرية الأوروبية داخل أروقة البرلمان لسيما خلال فترة المناقشات على حزمة التمويل الأوروبية لمصر مواجها الشكر لدعمها لمصر وتفهمها لما تشهد من تحاضيات مرتبطة بالصراعات والنزاعات المتزيدة في المنطقة وأتارها الاقتصادية والأمنية ونقل وزير الخارجية دعوة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس نواب لرئيسة البرلمان الأوروبي لزيارة مصر وذلك للحفاظ على الزخم في العلاقات التنائية والتنسيق الوتيق حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك لا سيما وأن تحاضيات المشتركة تتطلب التنسيق والعمل المشترك بين مصر والتحاد الأوروبي